هاي يا ايزات ازيكم عاملين ايه يا رابط كونه بخير طبعا فكر الفيديو النهاردة ازاي ما شفتو كده في العلان بالضبط هنعمل نفسينا بيك مي ونشوف رد الفعل الاولاد واجماعنا ما يعرفش يعني ايه بيك مي هي البنات والاولاد بس البنات اللي تعمل نفسها روش يعني قدام الاولاد وكده ورضو ف الاولاد نفسه نظام يعني غالد يعمل نفسه روش كده قدام البنت المهم يعني جماعة الخير انه حطوا لايك اول عندها في فيديو كده وكتبولي مثلاك رقم كامل وبس كده يلا نبدأ اوكي اول حاجة ما احتاجينها دلوقتي بقى في فكرة الفيديو ان احنا نعمل سكن بيك مي يعني نعمل السكن اللي هو فهمين سكن ملفت كده للنظر تمام وطبعا نازم نحط الشعر الاشقر والحاجات دي يعني امش اقول لكم يعني جماعة الخير حرفيين يا جماعة اما عادت السنة كنiseه بيدور عا سيرفورات وفيه عربs يعني السيرفورات مش فيها عرب بس Spo Canada بس يعني السيرفور راجد فهمين يعني مفيش حد يعني فيها عرب بس مش بيتكلموا فاللي هو يعني لكم في عرب من كنش هو أولاد سابق حرفيين متعبت أちوما نلاقي السيرفور ده وبصو يا جماعة الخير لقيت حرفيين لان الناس دي كانوا بيتجوزت او حاجة زي كده نمش فهم انا بس المهم يعني يا جماعة الخير انه قفشتهم وهم بيعرضوا على بعض الجواز المهم دلوقتي بقي جمعت الخطة كالتاري احنا هنروح ونعمل بيت كرنج يعني انا مش فاهمة الفيديو هيبقى عملت نفسي كرنج ولا بيكمي بس يعني مهم ان احنا هنعمل اتنين في بعضها انه هم اصلا من كرنج بيكمي اوكي اوكي بصوا بقى دلوقتي عايزين نكتب حاجة كده يعني بقى عملنا بيت ده عايزين نكتب حاجة طبعا جبت الولد ده معايا انه هم الكرنج بقى عملين كده وسميت توتي وكمان هنسامي نفسينا عملتها دلعوت ماما وعملتها باللون الازرع وعملت من تحت اناكل باللون الاخضر لشان يبقى باين كده عملنا على العفامين كده بقى جماعة الخير خلصنا الخطة الاولى تمام تمام جماعة مش بيجيلي انفلونزا غلا ما بقى بسجل صوتي حرفيا يعني انا ما عنديش انفلونزا بجد بس انا مش عارف صوتي بيطلع كده ليه المهم دلوقتي هنروح وندور على اولاد طبعا هنعمل ايه مش فهمة بصوا البنت والولد دول بيتكلموا دلوقتي نروح قاعدين في الشارع كده الوقت انا عجمني مكان هنا وجوه حر ولا انا حر وانا والله المهم يعني جماعة خير اه في بنت هنا حرفين السرفة البنات بنات مش اولاد ايه ده انا اساني بدور على الاولاد ليه يعني اطعم ايه ده بجد يعني نا لأنا مغزى يا جماعة الاولاد اللي بشوفون يعني ايه ايه قصدي العيلة في السرفة يا عمين المهم فرح تعالي المهم معلنا دلوقتي يا جماعة هنروح الواحد اسمه حمود حمود حبيبي حمود المهم هنقوله قايمني اسكني انا صراحة ما عارفش تقوله ايه يعني مش فهمة يعني اقوله وينش ده تقوله قايمني اسكني رحشني مش فهمة انا مش فهمة على طول ده يعني فهمين اللي هو جاد مفيش ماندوش زور المهم انه انا قلت له ليش جبتني هنا حوالي اخبارك انا حرفين فكرتوا يعرفني ان هو اي حد بقول لي اخبارك كده بحس بحسوا اللي هو عارفني فهمين فاللي هو يعني كده قلت له كورمسكني من عشرة قال لي تصري صديقة امي قلت له لأ راح جابني هنا المهم دلوقتي يا جماعة الخير بعد كده بكتب يعني في السيفر اللي هو بكتب انجليزي يعني وكده يعني فاللي هو فهمين يا جماعة الخير انتوا فهمتوا قص يعني دلوقتي رحت قلت الولد ده فهد قلت له كورمسكني بس طلعت من البتاع ما كانش بيسجل فكده بحلو مرة جلت لكم من الشات يعني لقيته ماشا قلت له انت مش هتمشي بالسائل كده يا حبيبي رحت اجبته يكبت معاه في العربية كربت له يا ولد تمام وراح ندخلنا على مركز الشرطة رح قال لي عيوني رحت قلت له ابي اقدم شاكوى مش هو شرطي قال لي المين قلت له فيك قال لي ليش قلت له لانا خطفت قال لي شو رأيكم فيني بس بجد يعني يا جماعة الخير ايه رأيكم بزمتكم مش عاجبتكم ايه رأيكم بس قال له رحت قعدت عمله كده اللي هو يعني عمليه مش بس مش باين قال لي استحيت اللي هو انت مفروض تستحي ايه العم ده اللي هو يعني انت ازاي بتستحي يعني مفروض انا اللي استحي انت ازاي يعني كده تمام اوكي دلوقتي بقى رح ادخل في موضوع على طوله اللي تتجوزين اللي هو يعني ده يعني معندوش الكلام ده فاهمين اللي هو يعني سريع جاد يعني هنا فاهمين انوان قلت له عيد تاني عشان ما اسمع طيب تمام عشان يويلها مرة تاني قال لي تتجوزيني ومش عارف ايه جمال كمية الهاها قوي ده يعني اللي انتوا شايفينه ده قلت له اوكي ومش عارف ايه قال لي تعالي يعني على طول على طول الله الجو مطر ام بيه ام بيه بص يا جماعة شوفولها الجو الرومانسي بصوا ام بيه يا جماعة ايه ده اللي هو يعني يا جماعة شوفته يعني المنظر ده يعني بجد يعني كأنه من المسلسل قاسة عم بالله المهم احنا دلوقتي مش عارف بصراحة عامل ايه يعني شوفت له احميني 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 او مي جود الشمي جو عيدة ام بيه اه قلت له شكرا يلا مش عارف ايه ايه انا روح بيتنا تمام دلوقتي بقى هنشوف يلا نمشي لطريقة السعادة اوكي اوكي يلا طب يعني خلص يا جماعة يعني يعني المطر هيقعد يعني خلاص انا اجيب بتاع النفس يا رب انه ما حيوجنش لحد هو ايه ده انت هتجيب لي خلاص انا اجيب شمسين نفسي خلص يلا اوكي بيقولي تعالي تمام يلا طب ماشي ياجي فين يعني شفاهمك انتي واحدك هتبالي انتي اوكي شلي بس انا ما قابلتش قلت له شو ليش جنب جوزي ام بي ام بي شوفولي هالدراما والاكشن يا جماعة قلت له هزا جوزي انا تمام دلوقتي بنتعارك قلت له ايه لذي شو رح شاكل اوه صح دلو كان في اول الماب دلو كان في اول السيرفر يا جماعة صح انا تمامت لكم تتجوزين ومش عارفي ام بي ايه دى ايه دى هو ليه تردني هو ليه طيار دي ابوهب يعني يا جماعة دي خير ابوهب مهب المهم يعني يا جماعة تخير انهم دول متجوزين ام بي انا سلقت جوزها دلوقتي قل بتاع التليفون دلها الزازة وحد يقول انت علي يعني ولا مش فهمه. جماعة تخيلوا يا جماعة بس يعني ده كله عشان اخذت منها جزء شايفين عشان تعرفوا بس يا جماعة خطفت الرجالة بتعمل فيها اكتر من كده وبصوا في الاخر سامني ورح لها شفتوا شفتوا سامني هنا في الحتة القطعة دي ورح لها اوكي قاعدة بتعيت ايه والناس بتجري وراها عشان تهديها ايه كمية الكرينج دي يا جماعة اهو اهو بصوا بصوا حرفين فيلم فيلم مكسما بالله والله العظيم يا جماعة معرف اي حد فيهم ولا ما اتفق معهم حرفين حجيات دي بتحصل المواجهة اصور مش فهمة ليه. المهم دلوقتي ان روح لمركز الشرطة اشوف فهد فهو دي اين انت اين انت? اوكي اه الولد اهو دال لوع بيقول لي دال لوع شكلك بقاني كده. قطلوا ليش تركتني ليش تركتني واحدة في هزيك المكان? قال لي اسف. اه قال لي يا بيت? يا بيت ولا ايه دي? قلقت له واحد خيان قم بي. قطلوا تطلقها. على طول يعني يا ليه يعني تستنى? تطلقها اه اهد دقى وا 우اتجاوزلي انا تمام اوكي نشوف ايه طلقه او اللا الجماعة اللي بتخيل وطلقها ام باه ايه طالق 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 هي طالق بالتلاتة بس التالتة مطالعتش ما في غيرك يا ايه يا جماعة يا جماعة ايه الرمال سيا دي يا جماعة ايه الرمال سيا ايه الجمل ايه دا ايه 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 دا برضو شل ومش فاهم انا يعني ايه دا يا جماعة وليو بيه زحلق كده دلاج ولا هاك ولا ولا و عشان فيه تلج في السيرفر مش فاهم اكتبول يا جماعة في التعليقات بجد عشان حرفين كنت عايض اوكي نروح بإن احنا ولا نعمل ايه طب مش فاهم انا يعني مش عاعد كل شيء دور اهو 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 يا براب بجد مش فاهم انا كل شيء هاعد دور عليه ايه ده يعني انا ما بعرفش هو فيلم بجد بص بص و راح اختفى اول ما جيت يا جماعة بجد ايه ده كان شل بتاعها الصغير ده حرفية مرمطني يعني ايه ده ايه ده يعني بجد حظ يا جماعة ماناش نصيب ماناش نصيب لبعد يعني احنا كلما يتقابل ماناش نصيب لبعد انا خلاص عرفت يعني كلام ياسمين عايز بتقولها صح فاهمين يا جماعة الخير فاهمين قصد انتو ينو ينو تمام اه ده لوقتي هنروح لبيتنا يعني ايه ده كده بلي ده اللوعة عيوني على طول انت في يعني الوقت انت في الكلام انا على طول جاية اوكي معلنا بصو ما صدقت تهنا ده بحرفية اوكي بلوقتي عم تتلوحه على طول بيولي تعالي بيتي اوكي اه ده يا جماعة الخير لانوا كنت شايف بنت دلّوقتي راحت فين امبي وشايف بنتكة الصباح بالله ده يعني في ايه ده ونت لح تتتجاوزني عشان تخيني امبي صح انت لحك تتتجاوز فراح اصلا عشان تخونه معي المهم يا جماعة خير انه كانت 알려فى الله العظيم المهم بيقولي ده اللوعة عم اطلو نعم يعنيش فهم يعني بيقولى يدخولي خوشي ببيت حمش قوي يا جماعة حمش قوي ما عادوش يزهر الولد التحكم معيًا من فرائست و هؤلاء معيًا الله الله يقال و ياوا قال ليش حبيك برس قلت له اوكي حسيت اللحظة اللي انا ضيعت كل مجهو دي ده كله كده ضعف اللي هو يعني خلاص كده قلت له انت خلاص انا محبك يعني اللي هو عادي يعني يا عائلة تتجاوزيني اعرض عليك تجاوز لمرة الثالثة قلت له مش شايفك كلام عشان يعرضه مرة الرابعة قلت له يعني شيل الحاجات اللي في ايدي عشان يعني يعرض عليك امبي بص يا جماعة مين اللي هناك امبي لسه لسه شايفاه دلوقتي حرفيا نسى اغلبالي بصوا شفتوا اللي كان عالشباك يعني رجعوا عشر ثواني كده لورا تشوفوا كان فيه بنت دلوقتي عالشباك حرفيا والولد ده بعد كده جاه له سيدي يعني يعم سيبنا يا عم ده ما سدانا طلعنا منه كلمة واحدة سيبنا يعني ضيع ام اللحظة الرومانسيلك اللي كنا في اللي هو بصوا يا جماعة بصوا يا جماعة وبيعمل ايه اللي هو حمش فاهمين الرجل القيور يعني مش عايزني اطلع برا مع الرجال وانا رحت طلعته برا وقفلت الباب وقفلت وانا طلعته برا وقفلت الباب اللي هو مش اطلع تطلع ملايه المهم ما قال له تعالى عشان البنك تسرق رحت طوله لات تتركني قال لي دلوعة جهزي اكل لما اجي طولت خفي وتعجب ضز امها يعني ايه يا جماعة انت مستنيني انا عاملك اكل واستنيني لما ترجع من الشغل لقوها ينتظ فيك ما كده لما تقول لت لاتتركني ايه تعالى انباؤ اما يا جماعة انباؤ اما يا جماعة ايرش يا جماعة اوكي تي اللحظة ومناسبة اللي احنا نعم فيه ميتين ونروح المستشفى بعد كده يبقى في الم هندي حرفيا هو راح فين انباؤ اي هو دل على اليرش انباؤ ومشا هو خلاص خد وصرت المواصلات اللي هو هيركعب على اليرش وسابني انا كده غرانة المهم يعني جمعت الخير انه سابني خلاص وبس كده يا جماعة صراحة حبت على ام فهده وما راح تلوش اصلا المهم يعني جامعة الخير ده كان في النار ده اللي عجالكم حطوا لايك و لو وصلت لحد هنا اكتبوا لي في التعليقات الكلمة السرية وهي انكم تكتبوا لي اسود تمام الكلمة سرية اسود وبس كده سلام